موسيقى مشاهدين وصلنا الى ختام فقرتنا لهذه الحلقة وضيف فقرتنا الثانية مصور فوتوغرافي يغتنم الفرص وينتهز اللحظة ليعطيها الكثير من عشقه وجهده ويلتقط صور تؤرخ المكان والزمان وتبقى ذكرى مميزة الرحب بالمصور الاماراتي حميد عبدالله الحسني مرحبا فيك استاذ حميد مرحبا فيكم شكرا لصدافتك من جميلة بداية يعني لو تحدثنا استاذ حميد عن بدايتك مع التصوير بسم الله الرحمن الرحيم بدايتي كانت تقريبا في 2012 وكانت بدايتي بحاتف السامسونج غالكسي كنت كل شيء أشوفه جميل أصوره يحتوي على ألوان يحتوي على ضوء يحتوي على العكاس كنت أصوره جميل فمع مر الأيام كنت أدخل اليوتيوب وأشوف المصورين المحترفين شو يسوون وكيف داخلين في مجالات متخصصين فيها فحبيت أن أقتني كاميرا خاصة فيك نعم خاصة فيني صحي وكانت بسيطة يعني للمبتدئين فقط فبدأت أصوره أتعلم عليها وهو مثلها التعريض اللي هو الأجزاء الداخلية في الكاميرا والتقنية اللي موجودة فحاولت أمرس عمري أكثر على الكاميرا وأتعلم من اليوتيوب وبعدها بدأت بالكاميرا الاحترافية يعني أنت قلت لي بدايتك كانت مع هاتف سامسونج نعم نعم شو كانت أول كاميرا استخدمتها أنت في التصوير كانت كانون 600 كانون 600 يعني كيف شفت تصوير الكاميرا هذه على هذه تصويرها كانت بالنسبة لي تصويرها جميل لأنني ما كنت تعرف لكن بعد ما قتنيت الكاميرا الاحترافية شفت أن تصويرها هذه جدا للمبتدئين يعني اكتشفت أنه هي وايد للمبتدئين يعني نعم انزي انت كيف عرفت أنها هي الكاميرا للمبتدئين وانت كيف طورت عمرك ووصلت للكاميرا الاحترافية من خلال برامج اليوتيوب كنت أشوف تكلمها مثلا على أشياء مثلا اللي هي اسمها الدينامي كرينج اللي هي قوة الضوء والشدو والهاي لايت والأمور هذه فكنت أشوف فيه تفاوت واضح بين الكاميرات هذه وأكيد أنت حين تستخدم كاميرا معينة يعني ممكن لو تكلم لي أكثر عن الكاميرا اللي تستخدمها والأدسة أيضا اللي دايما تحبها وتحب تستخدمها نعم أنا عندي كاميرا كانون 6D وعدسة 16-35 تقريبا أنا ما غيرتهم لحد الحين من بداية تصويري دايما أبيع القديمة وأستبدلها بوحدة جديدة لأنني أعطتني نتاية جميلة وهي تعتبر من فئة الفئة الفئة وأعطتني نتاية جميلة وفيها قوة في الدينامي كرينج فيها قوة في كت جذب الضوء في العدسة فأعطت نتاية جميلة الأستاذ حميد فيه فاصل خاص فيك مسوينا مراسلين نشوف إياكم مشاهدين هذا الفاصل خاص بأعمال المصور حميد الحسني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة رجعنا مجددا مشاهدين أوياكم ومع ضيفنا الأستاذ حميد الحسني بداية أستاذ حميد مش بداية يعني لكن لو تكلمنا أكثر عن الخبرات التي اكتسبتها في مجال التصوير والله الخبرات التي هي أنا كأي مصور مبتدى يبدأ يصور كل شي لحد ما يحس بميول لنوع معين من التصوير فيبدأ يتخصص فيه فيبحث عنه في اليوتيوب سواء في اليوتيوب سواء في الكتب سواء بالاحتكاك مع المصورين فيكتسب منها الخبرات هذه باختصاص معين نعم وباختصاص هو حاب بنا فيبدأ فيه مثل ما يقول التخصص يصنع على الإبداع صحيح يعني أنت ما دخل دورات أو شيء ممكن ندخل دورات نعم الدورات تفيد يعني تفيد أيوة لكن أنت ومستواك يعني كيف تدخل الدورات فيه دورات مثلا هي مبتدية في دورات متقدمة في دورات متوسطة فأنت نظرتك للدورات ممكن يعني لو تخبرني أكثر عن أهم الصور اللي أنت قمت بالتقاطها صورت اللي هو صورة مسجد آيا صوفيا في تركيا حالو هذه وصورة الربع الخالي العماني حالو ممكن بس لو تشوفوا يا أنا هذه الصورة اللي مصورينها اللي أنت مصور لنا هذا هاي الصورة أنت مصور لنا حاليا؟ هاي وين كانت؟ في تركيا في تركيا وهذه هاي الفجيرة هاي الفجيرة أبداً ما يبين الفجيرة لكن ما شاء الله صورة جداً جميلة في أي كاميرا كنت تستخدم وقتها وشو نوع العدسة؟ كانت كانون 6D والعدسة 16-25 كانون اللي هي الواسع الويد أنقل حالو وعن هذه الصورة؟ هاي نشوف الفجيرة هاي الصورة يعني هي معدلنها الفوتوشوب نعم معدلنها الفوتوشوب نعم وغالباً يعني أنت كيف تروح تصور يعني هل عندك يعني يوم مخصص أو كيف والله أنا كمحب لصور لاندسكيب أتابع الأرصاد الجوية في حال مثلاً قالوا أنه في راح تكون في تكونات في سحاب راح يكون في أمطار في شيء فأنا أغتلم الفرصة وأطلع قبلها لموقع التصوير حالف أني الحظ حصلت حصلت لقطة حلوة تصور نعم ما حالفني رجعاً وحالياً في الصيف يعني شو بالضبط الأماكن التي تقدر تصورها؟ والله صعب تصور في الصيف أنت كم صور لاندسكيب صعب تصور لكن أنا أغتلم وقتي بالتعليم إضاءة الشمس وايد تتأثر في التصوير؟ نعم تأثر من أي ناحية؟ يعني الكاميرا ما تقدر إذا حطيت عين الكاميرا على الشمس خلاص ما تقدر تشوف الكاميرا عكس عين الإنسان عين الإنسان يقدر يوازن بين درجة الضوء في السماء ودرجة الضوء في الأرض صحيح لكن الكاميرا ما تقدر لازم تأخذ مثلاً كذا إضاءة أساس أنك تدمجها بعدين وتكون صورة متوازنة بالإضاءة نعم ما أفضل لوقات اللي يعني نقدر نصور فيها؟ شروق الغروب واللي يسمونها الساعة الزرقاء الساعة الذهبية ظل موجودة بنراوي مشاهدين مسجد آيا صوفيا اللي أنت صورت هذا هو المسجد بالضبط نعم وهذه نفس نوع الكاميرا كانون 6D طبعاً هذه الصورة معدلنها أنت على فوتوشوب أو تعديل خفيف كان هذا تعديل خفيف يعني أنت قلت لي دائماً تقتنب الفرصة في السحاب أو في نعم التوقيت يعني أهم ماذا عن هذه الصورة بالضبط؟ هذه الصورة كانت على كورنيش عجمال هذه الصورة في كورنيش عجمال؟ نعم نعم هذا المركب كان توقع لايث أو ضايا كيف اقتنمت هذه الفرصة؟ وكيف كانت الزاوية؟ كيف يعبايلك هذا الشيء؟ صراحة أن الصورة يبين أنه مرع لبلاد هنا أنا صاحبي قال لي أنه هناك مركب على بحر إيمان ونروح نشوفه فإنما رحت شفته قلت حبيت أن أضع تكوين أمامي للصورة على أساس أن يعطيني الظل الشمس كانت جاي من اليمين نعم فالظل كان موجود فحبيت الفريم يعني صورته أنت غالباً يعني تظهر معك الكيميرا أم لا؟ نعم دائماً دائماً في السيارة معي دائماً وإذا نسيت الكيميرا وحصرت نقطة حدوة في هذه الحالة أضيق والله تفضائج نعم ماذا صورة صورتها؟ أكيد لديك صورة غير عن الكلب بالنسبة لي أنا هي نفس صورة المركب هذه لكن بدون الخشبة هذه بدون الخشبة هذه من أقرب الأعمال لقلبي زين أكيد يمكن شاركت في مسابقات خاصة أو شيء أم لا شاركت في مسابقات؟ شاركت ولكن حباً في المشاركة وليس طموحاً في المسابقة لأن بعدني أعتبر أعمالي مش قوية بالنسبة لعمالقة التصوير لكن شاركت في معارض هناك في مجموعة من الشباب يعني يظهرون يصورون برا هل أنت معاهم نعم تشارك معاهم؟ نعم وكيف الفريق؟ كيف متى يكون تتحركون؟ هو طبعاً يكون عندنا قروب نحنا في الواتساب ونحدد يوم مثلاً مدير القروب يحدد يوم أن اليوم الفلاني والساعة الفلانية راح نجتمع ونطلع للتصوير المكان ومن بعدها تصورون؟ نعم وتختارون الصور وعاد تتحددهم بعض من صورتها أحلى وهذا أو كيف بالضطط؟ لا نتصور ونخلص ونرجع للبيوت وعقب تلسون مع بعض وتراتبون الصور؟ يعني ليس كثير نيوس فيها بعض زين كيف طورت في موهبتك في التصوير؟ كنت كثير أدخل اليوتيوب واللي فادني أكثر شيء هو احتكاك مع المصورين والدورات اللي ينشؤونها للجهات المختصة كنت أحضارها دائماً لا أطوفها نعم فادتني كثير كثير طبعاً من أساسيات التصوير ما هي أساسيات التصوير التي يجب اتباعها في اللاندسكيب؟ ما هو اللاندسكيب في البداية؟ اللاندسكيب هي صور الطبيعة ما هي أساسيات التصوير في صور الطبيعة؟ هي لازم تكون أنت موجود في الموقع أو في موقع التصوير قبل الغروب أو قبل الشروق بساعة ساعة ونصر على أساس أنك تأخذ زاوية تأخذ مكان جميل تقرأ المكان بشكل عام وتحط كامرتك ويكون عندك من الأهميات يعني يكون عندك الترايبود يكون قوي وكاميرا ونضبط موضوع البطاريات عندك الممري وعندك المرهات على الأساس أنه لا تتعطل بأي شيء فيها وبالضبط أنت وين عقبت على تصورك؟ في الإنستقرام في الإنستقرام هل هناك شباب يعني علمتهم على التصوير؟ أو ممكن تتوين دورات أنت في المستقبل أو شيء؟ أنا راح شهر عشرة راح أقدم ورشة إن شاء الله في المجاز نعم ما هو الضبط ستكون؟ أساسيات التصوير التي ستكون عن مثلث التعريض ما هو مثلث التعريض؟ ما هو حساسية الضوء وفتحة العدسة والشتر في الكاميرا وهي ثلاث الأشياء الأساسية تتحكم بإضاءة الكاميرا ممكن فقط لو تفهمنا بشكل بالتفصيل أكثر مثلا عندي حين الآيزو اللي هي حساسية الضوء في حال مثلا المكان عندي هنا مظلم أرفع علي هذا الآيزو يزيد لي إضاءة المكان نعم لكن على أساس أن أنا عاد للإضاءة هذه عندي فتحة العدسة اللي هي الأبيرتر نعم كلما تنزل الرقم كلما تدخل إضاءة أكثر للكاميرا نعم كلما ترفعها تضوغ مجرى الإضاءة نعم نعم كمّل أنا كثير راح تفيدهم وبنفس الوقت يبتعدون عن الأشخاص اللي جاملون لأنا ما راح يفيدونهم مريت في هذا الموضوع أنا يعني كثيرت في وائد ناس جاملوك في البداية وأنت نعم أنا كنت أعتقد أن صورتي جميلة لكن بعد فترة طويلة أكتشفت أن صورتي جدا عادية طموحاتك في المستقبل بالضبط من جانب التصوير من جانب التصوير أني أكتسب ثقافة أكبر من ثقافتي حاليا نعم وأوصل لمرحلة لمرحلة هي موجودة في بالي نعم يعتبر مثل المصورين الأجانب مثل النرويج مثل الأرجنتين أكيد طبعا عندك لقطة يعني أحاب أنك تأخذها في بلدة من بلدان العالم أو خارج البلاد نعم وين هذا الإمكان؟ النرويج النرويج وين بالضبط؟ شو تتكون؟ الشلالات النرويج الشلالات في النرويج إن شاء الله تصير النرويج وتصور هذه الشلالات المصور حميد الحسني أنا أشكرك على الفقرة الجميلة التي تكلمنا فيها معك مشاهديننا إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة نراكم غدا بإذن الله مع السلامة